شير تعليك يا فلان ولد فلانا ما تشوف غير في فلانا بنت فلانا كلام كلامي والسمع سمعي والشورة شورتي والري ري شمعة ساهلة بسانيدة بلعشوب بالنسبة لبنات اللي ما عندهمش مكونات والبنات اللي في الخارج هادي هي اللي أتصلح لكم مع الزوج ديالكم مع الحبيب ديالكم تبعوها لبنات الوصفة من الأول حتى للأخير وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس بش يوصلكم الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبنات كديرين لبس عليكم أموركم مزيانة صحيحتكم لا بس تنتمنى تكونوا كاملين بآخر وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال يا رب معكم البنات كيف العادة حبيبتكم أختكم رابعة في فيديو جديد وكيفما تعودتم معايا دائما تنجيب لكم الجديد واليوم شاء الله في هالفيديو هنكتبوا هاد الشمعة ونشعلوها بسيقة وساهلة ولكن راها تتنجح بالزربة مع أي وحدة دارتها فيها جلب فيها تطويع فيها تهيج للزوج للحبيب للخاطيب ديالك مجرب هاد الشمعة مرارا وتكرارا وكيف ديما واللي معروف علي أنني تنزل لكم فقط المجرب ديال الوصفات الوصفة اللي ما مجرباش ما ننزلهاش على قناتي والبنات يوميا تيجيوني تعليقات بأن الوصفات تتنجح ليهم تنقول لهم صحتكم وراحتكم وتستاهلوا مكتر البنات قبل ما نبدأ لبنات الوصفة تنتمنى أنكم ديروا لايك إلا جاءت على خاطركم اللايكات ديالكم البنات يشجعوني وتنعرف بأنكم مهتمين بالوصفات اللي تنزليكم وبلما نطول عليكم البنات نبدأ وصفتنا ديال اليوم فشنو هي المكونات البنات اللي تنحتاجوا ليها في هاد الوصفة أول حاجة تنحتاجوا ليها هي الشمعة شمعة عادية مندورة شمعة بيضة كيف مما كان اللون ديال الزوج أو ديال الحبيب ديالكم ديروا ليه شمعة بيضة بحال هكا الشمعة البنات كيف تنقول لكم دائما تكون نقية ومسرحة وتكون ما فيهاش بتقادي هادي شرط ضروري في الشمع وما تكونش مع وجهة لبنات قم قادة تنحتاجوا الإبرة باش نكتبوا إبرة عادية ديال الخياطة وخا تكون اللي تكون متقوبة من هنا وخا تكونوا مخيطين بيها فيها الخيط ما شي مشكل إبرة وخا ما تكونش جديدة وتنحتاجوا السكر ديال سانيدة وسكر سانيدة رها معروف عند كل شي وتنحتاجوا لشوية ديال الزيت زيت الرومية زيت طبخ اللي تطبخوا بيها البنات البنات المعارفين شا الرومية يعني هي الزيت اللي تطيبوا بيها صافة هاد شي اللي نحتاجوها البنات أول حاجة البنات تناخدوا الشمعة ديالنا كيف قلنا تكون شي شمعة اللي تكون زيانة تناخدوا الشمعة وتنكتبوا فيها هاد العزيمة هادي من رفوق تل تحت تنكتبوا بهاد طريقة البنات والكتابة تكون بالنقط كتابة عادية وكيف ما تتعرفوني دائما وصفتي كاملين بهالشمع تنكتبوه بالنقط بتتكتبوه البنات شيرت عليك يا فلان ولد فلانة ما تشوف غير فلانة بنت فلانة الكلام كلامي والسمع سمعي والشورة شورتي هادي 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 الكتابة البنات شير تقليك يا فلان ولد فلانة ما تشوف غير فلانة بنت فلانة الكلام كلامي والسمع سمعي والشورة شورتي والري ري تبعوها البنات مع الفيديو وكتبوها في الشمعة ديالكم بالطريقة اللي قلت لكم من الفوق حتى اللي تحت ما تكتبوش بشكل دائري خطأ البنات راح ما تنجح شمعي اللي كتبتو بشكل دائري شمع دائما من الفوق اللي تحت نتكمل لنا هاد ستار تنعاودو تاني من الأول من الفوق اللي تحت حتى تتكمل الكتابة ديالنا شير تعليك يا فلان ولد فلانة ما تشوف غير فلانة بنت فلانة بكلام كلامي والسمع سمعي والشورة شورتي والري ري ساهلا ما فيها حتى شي صعوبة يا لبنات بعد ما تنكملو الكتابة ديالنا لبنات تجيبو الزيت الرومية ما تديروشها لبنات زيت العود يديرو غير الزيت الرومية يعني الزيت اللي تطيبو بيها هي زيت طبخ غزالة لبنات هاد شمعها هادي وساهلا وبسيطة وحتى لبنات العازيبات قدرو يديروها للحبيب ديالهم ما فيها حتى شي مكونات اللي صعيبة ما فيها لا عشوب لا حتى شي حاجة ونتيجتها غزالة لبنات شرط إخلاص النية بحالة نقول لكم دائما البنات بخدمة كاملة بالنية إذا كانت عندك النية واليقين في الإجابة كوني أكيدة أن الوصفة عدت نجح لك إلا درتيها بطريقة كيفما شفتيها يعني تطبقيها بطريقة صحيحة لما تغيريتي حاجة من بعد ما تندهنو الشمعة بالزويتة ناخدو شوية ديال السكار غير شوية البنات لا تكتروش لها السكار تطرشوا عليها السكار بحال هاته بحال هكا تطرشوا سانيدة سافي وتجيو البلاسة لبنات اللي نقية شمع دائما عمركم ما تشعلو شمع في شي بلاسة اللي ما تنقيوهاش مسحو البلايسة مسحوها غير بشي زويف ولا درو لها شوية ديال مزهر في خريقة ومسحوها في شي زويف ومسحوها مزيان عاد شعلو فيها الشمعة ديالكم المكان يكون ما يكونش اللي تدخلو الخروج سافي على البنات وكتشعلوها بحال هكا من اللي كتشعلوها تتاخدو السكار سانيدة وتتدورو عليها بحال هكا البنات تديرو دائرة تديرو السكار على شكل دائرة بحال هكا مفهوم البنات دائرة تبقى وسطها شمعة شاعلة وبالنسبة للشمعة رشو عليها غير شي شوية ديال سانيدة مترشوها مكتروش لها بزيف باش ما تتفعش ليكم ودوروا عليها سانيدة وبالنسبة للشمعة في جميع الوصفات مشي غير هاد شمعة هادي الى طفات الشمعة عاودوا شعلوها مكينش مشكيل شعلوها عادي الى طفات عاود مرة اخرى صافي حبسو متوليوش تشعلوها حتى المرة اخرى وكملو هادك الباقي معاشي شمعة وحدة اخرى شعلوو حداها فهم عليها البنات تمتمنى تكونوا فهمتوا عليها الوصفة بالنسبة للتوقيت البنات هاد شمعة هادي تدير الخميس وثنين اما الخميس اما الثنين بالنسبة للتوقيت ديالها التشعل ديالها التشعل تيكون من بعد المغرب مفهومة البنات من بعد المغرب ضرورية البنات هاد الشمعة هادي بالخصص هدا هو توقيت ديالها ثنين او الخميس اللي مناسبكم وشعلوها من مرة المغرب صافي البنات وتتخليو الشمعة ديالكم شاعلة حتى تكمل على خاطرها وتشوفون نتيجة غزالة ورائعة هاد الشمعة هادي جبتها خصوصا اللبنات اللي ما عندهمش الخرقة اللبنات العازيبات اللبنات اللي ما عندهمش مكونات تنحط بعد شمع وتيكتبو ليالبنات في الدول العربية بأنهم ما عندهمش مكونات تشيهم صعيبة ما تلقاوهاش في الدول ليالهم ولبنات كذلك اللي في الخارج ما تكونش في المغرب ما عندهمش المكونات والأعشاب اللي تنستعملوا حنايا حتى هما يقدرو يديرو هاد الشمعة هادي حتى الأزواج ديالهم شمعة غزالة تطويع وجلب غزالة لبنات وفي نفس الوقت ساهلة وبسيطة وما تحتاج حتى شي حاجة فقط دروها في مكان يكون هادئ وما يدخل عليها حتى شي واحدة لبنات حتى الدرار الصغارة لبنات ما يدخلوش على شمع ديالكم وهذه هي الوصفة تنتمنى أنها تعجبكم ولعجباتكم البنات ما تنساونيش من اللايكات وما تنساوش تعليقات زوينة كيف العادة أما تعليقات الخايبة هادوك اللي كيخليوها راهم تعبرو على راسهم وتيعبرو على ذك الشي اللي عندهم وبالزاف اللي كيحطوا الأرقام ديالهم في التعليقات وتيخليو تعليق ديال سبو الشتم وتيخرجو من القناة وهدا ما كان البنات في هذا الفيديو وما تنساوش أنا نتنبريكم كاملين وتنحمق عليكم وشكرا لكم على التتبوع إلى الفيديو المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر